لكن من أين جاءت هذه الفئة المتنامية؟ وما هي أولوياتها؟ المكسيك كان لها النصيب الأكبر من حيث الدول التي حصل مواطنها على الجنسية الأمريكية أعمار هذه الفئة مشاهدين تراوحت ما بين 30 و 44 عاما بمتوسط عمر 41 عاما القضايا المتعلقة بالاقتصاد جاءت بالمرتبة الأولى من حيث الأهمية لدى هذه الفئة ثم قضية الهجرة بينما توزعوا في ثلاث ولايات بحسب Voice of America جورجيا تحمل نسبة أكبر بواقع 600 ألف شخص وتأتي بعدها ولاية أريزونا بالمرتبة الثانية إذ يتواجد فيها نحو 465 ألف آخرين من فئة المجنسين الجدد وولاية ميشيغن جاءت بالمرتبة الأخيرة إذ يتواجد فيها نحو 400 ألف آخرين وفق التقرير الأمريكي